أول حاجة تصحيح مريم يظل يا هات انتي تحت في المنديف آها هيت ماريني كيفاش أنه معانتها التحاق الأساذ عبيل موسي رئيس الحزب الدستوري الحر بالمصحة ليس من جراء اضرب الجوع بل من جراء الاعتداءات التي صارت عليها انهارت اللي حبوا يخرجوها والناس وكل شفتها وفهم دي فيديو هو اضرب جوع مش في جرة الاضرب الجوع انها التحاق بالمساحة بل في جرة الاعتداءات العنيفة ولا شافوها اكثر من مليون مشاهد هي اللي هزتها وهنا نأكد خطر ما لاحظناها احنا معانتها في وسائل عليها ممكن تناقلوا الخبر تناقلته وكالة ولا انه على اثر اضرب الجوع والناس كل والتي تحكي ليس من جراء اضرب الجوع وهو على كل حال يعني من جراء تعامل بعض الامنيين معها العنف الذي تسلت العنف الشديد الذي تسلت يخي الناس كل شافتها فيديوهات معانتها العالم كامل شافتها اخرج من البقعة هذيك يعني قالوا لها اخرج وإلى بش نخرجوه هو اضرب الجوع والاعتسام في البقعة هذيك اللي بحثة وزارة الداخلية قلقتهم على الاخر وزيد انهارتها كانت فما زيارة متاع مسؤول من السفارة الامريكية ومزارة خارجية تقلقوا على الاخر اشنو يلزمها تمشي تخرش كوت كوكوت هل انه القانون يسمح من انها تكون في المكان هذيك امام وزارة الداخلية شوف فما قاد كل ما هوش ممنوع بالقانون فهو مباح اعطيني حاجة تمنع انك انت مش شوف وحاجة اخرى وحاجة اخرى يقدم وزارة الداخلية قدم نسفارة فرنسية هو الاضراب الجوع والاعتسام ويحنا رفضينه ايه يستطيع أنه يعمل على الوصول نعم لذلك في انتصار لنا عايشين في سجن كبي شوف لنعطيك حاش راهو ليس امام وزارة الداخلية في البقع الا المصموح بها فمقهاوي غادي فمقهاوي محلولة صحيحة ان المقاهي جيهم يعني اذن من الممارسات من الممارسات الامنية من الممارسات الامنية انه داروا على الوكوميرسون غادي والقهاوي خاصة ونبهوا عليهم بقريب يهدوهم أنه يمنوا عليها أنها تتصل بدورات المياه معناتها في فما فان فرماسيان ومشكور ونحيي في الماء معناتها إنسان يفهم ما معناتها الحكاية هذه يعني هي بيش ما تكثرش من الحكاية هذه كما شربتش الماء اللي شربت الماء اللي عملت اثنين أن التاريقة اللي صارت بها طويب دكتور فخري بالخيرية ونحييه أنه هو اللي معناتها يحكي مع الحمية المدنية وقال له هراه ليش حاجة نرمال هذه مشيت وجيت وقتل وراني حكيت مع الأمن ويحدث نجم تمشي مدام أنت تقضي تقضي جورك وترجع في لحظات شنو أساعد؟ البوليسية جات الحواجز استحطت تلويح متعد بش مجد بوذينا معناتها مهزوه وبريسك طيرو وشفتوا المشات أنه جات والغريب أنه أصبح استعمال المرأة الأمنية تحت إشراف أمني ذكر لتعنيف امرأة سياسية تقوم باعتصار جوع تبقى للقانون بو فقط في النقطة هيبية بش نبدأوا معناتها بش نبدأوا معناتها بش نبدأوا معناتها بش نبدأوا معناتها تتعدى في المتار مثلا يطلبوا منها بش نعملوا لها إنفون ديمة امرأة هي اللي تتعامل معها امرأة العنف أتحدث عن العنف ومعناتها بش نعطيك أنا بش خطر بش نباعد ما تقوليش هاوك أنت زيدها تحت في المدافع